أصغر كلمات في اللغة العربية وأكبر كم مشاعر فيها هتلاقي كلمات صغيرة قوية ود، حب، أم، أب، أخ دول التين المشاعر الكثيرة قوي 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 مشوار طويل قوي بشكر ربي إن عاشت عشان أبقى في وسطكم وتشكر عليكم قوي يا أستاذة رجاء، هتفضلي طول عمرك شيك جداً مش قوي تفتكر إن أنا بقول لحضرتك شيك على اللبس بس لا والله شيك في كل حق خلينا نفكر في بكرة نفكر في زيادة الحالات من فضلكم خافوا، خافوا الموضوع صعب خافوا، الموضوع صعب جداً، هو صعب جداً، راحلها وغيابها عندنا الحقيقة إنه النهاردة لقينا الصحافة العالمية والعربية يعني، وصحافة ما كناش متوقعين إنها تعرف من هي رجاء الجداوي ممكن الصحافة العربية تعرف، لكن الصحافة العالمية إحنا فجئنا بهذا الكم من الزخم من الاهتمام بأنيقة السينما والمصرح المصرية رجاء الجداوي يعني مثلاً عرفنا إنه الوكالة، فجئنا إنه مثلاً الوكالة الفرنسية نعت، وكالة الأنباء الفرنسية نعت فنانة رجاء الجداوي وصفتها بأنها الممثلة المخضرمة التي افتخرت برحلة مهنية طويلة ومتنوعة اكتسبت خلالها شهرة في جميع أنحاء العالم أيضاً دويتش فيلا قالت إنه خبر وفاة رجاء هو كان صدمة وحزن وقالت إن الأوساط الفنية في مصر حزنت بعد وفاة رجاء الجداوي جريدة The National وصفت رجاء بأنها من أعظم الفنانات المصريات وقالت إنها كانت شاهدة على العصر الذهبي للسينما والمصرح في مصر وحياتها كانت مليئة بالحب والعطاء جالف نيوز قالت إنه رجاء سرقت الأضواء رغم أنها لم تكن نجمة الصفوف الأولى صحف بقى عربية كثيرة، صحف الإماراتية قالت عنها ولقبتها بأنها آخر هوانم السينما المصرية وصحيفة الإمارات اليوم قالت رجاء الجداوي كتأخر العمالقة السينما المصرية وبرحلها رحلت آخر الهوانم أيضاً البيان الإماراتية نعتها بشكل كبير وقالت وداعاً أنيقة الفن وتحدثت أيضاً صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان أيقونة الأناقة والحقيقة في كلمات كثيرة من فنانين كويتيين نعو رجاء الجداوي التي أسهمت في بث السعادة والبهجة في جماهير الوطن العربي كله لمدة 62 عاماً الحقيقة السفير السعودي أيضاً السفير أسامة نؤلي كتب عن رجاء الجداوي وهو طبعاً مندوب المملكة السعودية في الجامعة العربية قال رجاء الجداوي لم تكن فقط فنانا ذات تاريخ عريق أو رمز ثقافي مجتمعي بل حالة إنسانية أحبت الجميع فنالت الحب والتقدير تغمدها الله بواسع رحمتي وعظيم مغفرته خالص التعازي لأسرتها والأسرة الثقافية المصرية قلنا لكم بارح إنه السفارة الأمريكية أيضاً نعتها والمتحدثة باسم الحكومة البريطانية أيضاً نعتها شركة ديزني بالعربي كانت لها صفحة صفحة ديزني باللغة العربية في نسختها العربية نعت رجاء الجداوي وكتبت عن رحلها صوت آخر أسعد الملايين من محبي ديزني يغادر عالمنا رجاء الجداوي كانت شاركت في 2014 في بطولة النسخة العربية من الفيلم ديزني الكلاسيكي مزرعة في خطر الفنانين بقى في كل العالم العربي نعوا رجاء الجداوي لكن لفت انتباهي فاندام فاندام الفنان العالمي اللي نشر صورته مع رجاء على الإنستجرام وكانوا التقوا في تكريم عربي أخير وقال أنا مصدوم إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ نبأ وفاة الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي بعد معركة شجاعة ضد فيروس كورونا التقيت بها قبل بضعة أشهر كانت مليئة بالحياة مبتهجة ورائعة لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت ولكن ناسا تعيش دائماً في ذاكرتي بروحها وضحكتها الجميلة يرحمها الله يعني الحقيقة أنه فاندام بهذه الكلمة يعني أثر فينا جميعاً أن بريق هذه السيدة والروح الحلوة بتاعتها اللي احنا كلنا كنا بنتكلم عليها مبارح وصلت لهذا الرجل اللي هي هبلته مرة واحدة في تكريم عربي وبالتالي أعتقد ده كان موسم الرياض وبالتالي المشاعر وصلته يعني مشاعر رجاء الجداوي وصلت ليه فاندام النجم العالمي فنانين كتار بقى راغب علامة ونشر صورة جميلة جداً ليه وهي تقريباً بتحضنه آل الفنانة والصديقة الكبيرة رجاء الجداوي في ذمة الله فيروس كورونا المرعب استطاع أن يخطف بشكل مؤسف نجمة من نجوم الفن العربي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي الله يرحمك واجعلك في جنات الخلد ويصبر عائلتك إليسا قالت وداعاً رجاء الجداوي الموت كان أسرع وصراعك كان قاسي كتير الراحة لنفسك الطاهرة والعزاء لكل محبينك وأنا منهم أكيد رجاء الجداوي شمس من شموس السينما والتمثيل بمصر والعالم العربي كله أحلام أيضاً قالت الله يخفر لها ويرحمها ماما رجاء الجداوي في ذمة الله نانسي عجرم قالت صعب الكلام يعبر عن حزني ووسطنا الفني خسر اليوم كتير برحيلك غبتي عنها بس أعمالك رح تبقى دايماً محفورة بذاكرتنا نوال الزغبي وداعاً لجميلة الفن الراقي الفنان وليد توفيق رحم الله القديرة والغالية رجاء الجداوي فنانة كبيرة وصديقة كبيرة سميرة سعيد طبعاً قالت فيروس كورونا اللعين سلب مننا أحباء وأصدقاء كثيرين وأخرهم على عزيزة رجاء الجداوي كانت رمزة للمرأة المصرية القوية الأنيقة والمحبة رحمك الله أصالة رحلت عنا من كانت أماً وأمان لكل من حولها الله يرحمها عدد قلوب تعلقت بها وأحبتها نجوة كرم ظافر العبدين قال نجوة كرم قالت خالص التعازي للشعب المصري ظافر العبدين قال من أجمل وأحلى الناس التي تعرفتوا عليها خفة الروح ورقي وطيبة القلب خبر محزن جداً لطيفة وكانت قريبة من رجاءه بتشوفها كتير قالت كنت مثلين في حب الحياة والإيمان بالله والبساطة والكفاح كنت وسط ظلين مثال للمرأة العربية القدوة التي تعلمنا منها ندين نسيب نجيم قالت خبر مفزئ وحزين رجاء الجداوي الروح اللطيفة والممثلة الجميلة والأنيقة بأخلاقها الراقية حتى أقول لكم من هنا لساعات طويلة العالم العربي كله كان بينعي رجاء الجداوي لأن هذه المحبة وصلت لكل العالم العربي وصلت للصحافة الأجنبية واللي قدروا يعرفوا إحنا ليه زعلنا على رجاء مش رجاء الممثلة رجاء الإنسانة رجاء الأم رجاء الحنونة الطيبة الصديقة المشاعر الإيجابية الرهيبة اللي كانت بتنشرها هو ده اللي إحنا زعلنا عليه رجاء السند هو ده اللي زعلنا عليه مش رجاء بس الفنانة يعني الفنانين بيجوا يروحوا لكن إحنا زعلنا على قيمة مش هنعرف نعوضها تاني